السلام عليكم متابعي قناة المستدير الرياضية اليكم اخر الاخبار الرياضية ابقى ومعنا في حل تمثيل اللاعب ايمار شير للمنتخب العراقي يعتبر انجاز بحد ذاته القيمة السوقية لللاعب تبلغ مليون يورو وهو بعمر العشرون عام تواجد اللاعب في دوري مهم مثل الدوري الهولندي عقد اللاعب مع نادي سبيزيا الايطالي حتى عام 2026 اللاعب ايمار شير كان وما زال محط انظار العديد من الانديا الاوروبي وقبل بيعه الى سبيزيا كان مطلوب في انديا ودوريات مختلف ابرزها نادي رين وفرانكفورت الالماني وساسولو وغلوب بروج البلجيكي منتخب الشباب يتغلب على نادي رابيرسويل السويسري تحت العشرون عام بخماسية نظيفة في المبارة الودي التي جرت في مدينة انطالية التركي استعدادا لنهائيات اسيا المقامة في اوسباكستان شهر اذار المقبل رئيس الاتحاد الدولي جياني انفنتينو فلال كوندريس الاتحاد الاسيوي لقرة القدم وقال رأينا افتتاحا رائعا وبطولة جميلة فلال فاليجي خمسا وعشرون في العراق وقال بما يخص الملاعب العراقية وامنها لقد رأينا امان وتنظيم جيد على عكس ما يشع في وسائل الاعلام العربية الرياضية وبناء على نجاح البطولة وامنها والجماهير الذي رأيناها عاشقها لكرة القدم سيتم رفع الحظر عن الملاعب العراق كليا مدرب منتخبنا الوطني في سوس كاساس اتصل ليطمئن على اللاعد ابراهيم بايش بعد مبارى القوى الجوي والزوراء وتبين ان بايش لعب المبارى وهو مصاب بانفلونزا شديد نادي الخلود السعودي يتعاقد مع متوسط الميدان العراقي جلوان حمد ليجاور زميله احمد يسين بنفس الفريق ترجمة نانسي قنقر